اطلع مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مسجدات جائحة كورونا في طل استقرار الوضع الصحي وارتفاع حالات التعافي وتسجيل معدل يعد الأقل عالمياً في حالات الوفيات وتابع المجلس الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وما تم اتخاذه بما يحافظ على سلامة الطلاب والمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ويخدم أهداف العملية التعليمية وجدد مجلس الوزراء ترحيب بالتوافق الليبي لوقف اطلاق النار مؤكدا ضرورة بدء حوار يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات ويمنع التدخلات الخارجية وأعرب المجلس عن إدانة المملكة لإطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة دون طيار وصروح باليستي باتجاه الأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة ومنهجة وافق المجلس على تعديل نظام العمل وإنشاء إدارة عامة للترجمة وتشكيل لجنة للتحكيم في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إضافة إلى تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز باسم المركز الوطني للتنمية الصناعية ترجمة نانسي قنقر